بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دالة عددية زائد حساب مساحات باكالوريا 2011 تسيير واقتصاد كما أنصح شعبة العلوم وشعبة الاقتصاد وشعبة الرياضيات والتقنية بمتابعة الحال إذن لننطلق على بركة الله قال نعتبر دالة العددية F معرفة على مجموعة الأعداد الحقية R يعني لماذا R؟ لأن المقام هذا أصلا لا ينعدم يعني مهما وضعنا أي قيمة يا أبنائي فهذا العدد لا ينعدم المقام يعني لا ينعدم إذن بهذه العبارة وهي عبارتها وهي F لX تسوي لنا X مربع ناقص X زائد واحد على X مربع زائد واحد وسي المنحنة الممثل لها لاحظوا هنا حتى تعلموا فيها أشياء الوحدة واحد سنتيمتر على محور الفواصل وأربعة سنتيمتر على محور تراتيب يعني لما نأتي إلى الرسم إذا قلنا هذه هنا هكذا وهنا هكذا هنا يكون واحد سنتيم وهنا يكون أربعة ستتفهموا هذه الكلام لأنه سوف يساعدنا في حساب مساحات لاحظوا جيدا وفي الرسم كذلك قال بيّن أنه من أجل كل إذن نأتي أولا إلى أول سؤال لاحظوا ما هو هذا السؤال الذي طلب مننا قال بيّن أنه هذا هو السؤال إذن نقول نحن هنا التبيان أو البرهان أن هذه العلاقة التي تعطيت لنا الصحية إذن هنا ما علينا أبني إلا أن نأتي إلى هذه العبارة هذه العبارة هذه يا أبني ماذا نقول لها؟ نوحد لها المقام حتى لأن هذه لاحظوا أف لإكس وهذه أف لإكس معناها نثبت أن هذه وهذه العبارتان متساويتان فيمكن هنا أن ننطلق من الثانية لأنها هي الأبسط ماذا نقوم؟ نوحد المقام ما هو المقام مشترك؟ أكيد كلكم ترونه هو إكس مربع زايد واحد إذن نكتب هنا إكس مربع زايد واحد بما أن هذا مقامه واحد حتى يصبح له نفس المقام مثل آخيه علينا أن نضربه هكذا تصبح لنا واحد في إكس مربع زايد واحد ناقص إكس لأن هذا الناقص إكس مقامه مواحد فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أنه هكذا فتصبح لنا آف لإكس يساوي المقام قلنا أصبح مواحدا يعني إكس مربع زايد واحد أما البسط فيصبح لنا إكس مربع ناقص إكس زايد واحد لماذا؟ لأن هذا الواحد لا يحدث أي إشكال يمكنه حتى هكذا نحذفه ونرتب تصبح لنا هذا ثم هذا ثم نرتب هذا الذي قوته صفر نقول بكل بساطة ومنه ها هي العبارة أصبحت هذه العبارة هذه تساوي هذه أف أف بهذه البسطة المطلرة لكن الآن بما أن أعطنا هذا السؤال يعني يوجد كأنما لعبارة أف عبارتان يعني عبارتان متساوية لاحظوا هنا يمكن أن نستغل الآن في الأسئلة التي تأتي بعد نستغل هذه في أفضل الحالات في أفضل الحالات ليس دائما نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده قال أحسب نهاية الدلة أف عند النقص ما لديه وعند الزين واستنتج أن السي أف يقبل مستقيم المقارب يطلب تعيين معادلته إذن أولا نقول حساب ماذا؟ حساب أولا لمت أف لإكس لما الإكس في الأول يقول إلى النقص ما لديه هنا إما أن نستغل هذه أو نستغل هذه نتابع إذن أبناء هنا ما علينا إلا أن نأتي مثلا إلى العبارة هذه نعوذ فيها لاحظوا عندنا الدلة الناطقة ماذا تقول نهاية عند المال نهاية عند النقص ما لدينا زايد ما نقول هنا لمت الإكس يقول إلى نقص ما لديه بهذه العبارة لكن بما أن الدلة دلة هنا ناطقة تقول أكبر حد على أكبر حد تصبح لنا هكذا لمت إكس مربع هذا هو الأكبر لو كان معه عدد معنا هنا الثلاثة نحمله العدد كذلك هنا الثلاثة هكذا تتفهموا الفكرة على ماذا؟ على أكبر حد لهو إكس مربع لما الإكس عفوا يقول إلى ناقص ما لديه أكيد نختزل هذا مع هذا فترطينا واحد بنفس الخطة الآن عند الزائد ما لديه عندنا الليميت الإكس يقول إلى الزائد ما لديه بنفس الخطة يا أبناء تابعوا جيدا معناه نعوذ هنا لاحظوا بنفس العبارة نأتي بها هكذا ونعوذ وهكذا وتصبح لنا أكبر حد على أكبر حد وهي لميت إكس مربع على إكس مربع لما الإكس يقول إلى زائد ما لديه لو كانت هنا عندنا إلا الإكس في هذا المكان يعني في المقام كان عندنا إكس لقلنا إكس مربع على إكس فنختزل إكس مربع مع الإكس مربع يبقى لنا واحد ثم قال بعدما وجدنا هنا أكيد يوجد لنا تفسير بياني لهذه النهاية لهذا قال استنتج أن يقبل مستقيم المقارب يطلب تعيين معادلته إذن نقول استنتاج أن ماذا؟ أن يقبل مستقيم مقارب هنا أكيد أفقي ما هو اللي هو إيغراج لاحظوا تقول قاعدة إذن طلقنا من مال نهاية ووجدنا نهاية معلومة يعني عدد فنقول إيغراج يساوي تلك العدد مستقيم مقارب كيف هو أفقي فقط بهذه البساطة يعني لما تقومون بحساب النهاية عند المال نهاية وتجدونها ليس المال نهاية تجدونها قيمة قيمة غير المال نهاية يعني قيمة معلومة فقلوا إيغراج يساوي أما إذا قمنا بحساب لميت مثلا آف لإكس لما الإكس يؤول إلى آ ووجد يعني الإكس لا يؤول إلى المال نهاية يؤول إلى عدد ووجدناها مال نهاية إليهم زائد مال نهاية أو نقص مال نهاية فنقول إكس يساوي تلك العدد مستقيم مقارب كيف هو عمودي هكذا هتتفهم الفكرة بهذا الوضوح المطلق الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال يا ابني جاء السؤال آخر قال أدرس وضعية سي بالنسبة إلى المستقيم دالت الذي معادلته هنا نقول دراسة وضعية سي بالنسبة أكيد إلى المستقيم دالت ودالت هو هذا الذي تحدثنا عليه من قبل هو المستقيم مقارب الأفقي بجوار زي المال نقص من النهاية إذن هنا نقول ماذا ندرس هكذا يفهموا ندرس إشارة الفرق بين ماذا ابني بين بين من هو الاجراج الاجراج هو ها هو أمامكم من هي الاف لإكس نأخذ هذه العبارة الآن العبارة الثانية أفضل حتى نتخلص من الحساب الكثير فتصبح لنا ماذا تصبح لنا اف لإكس ناقص إجراج يساوي الاف لإكس قلت نعمل بالعبارة الثانية التي قمنا ببرهانتها حتى يحدث هنا بعض الأمور تذهب مع بعضها هذا هو الهدف فقط ناقص إجراج الاجراج لهو واحد لماذا قلت هذا حتى يذهب هذا مع هذا فقط فتصبح لنا ماذا ناقص إكس على إكس مربع زائد واحد نقول إشارة الكسر هذا هذا الكسر ما هو من إشارة البسط في المقام هذا الشرط الأول يعني إشارة عبارة من إشارة البسط في المقام لكن ماذا لكن لو نأتي إلى الإكس مربع زائد واحد هذه قيمة مجابة تماما مهما كان يقول أحدكم لكن لماذا حكمت عليها أنها مجابة نقوم بحساب المميز أمامكم سوف تجدونه قيمة سالبة فإن إشارة من إشارة الآ دالتا يسألنا ب مربعة ناقص أربعة في A في C يسبح لنا دالتا يسألنا ما هو البي هنا الكثير يعتقد أن البي هو الواحد لا يا أبنائي المعادلة تكتبون من الشكل A X مربع زائد B X زائد C البي هو العدد المضروف في X وهنا أصلا لا يوجد عدد مضروف في X إلا الصفر لهذا قيمة سالبة يعني هذه العبارة لا تنعدم أصلا إشارتها يعني إشارة هذه العبارة من إشارة ماذا أبنائي من إشارة الآ الآ هنا كم واحد ها هو أمامكم واحد إذن ماذا نقول إذن أنها نقول أن X مربع زائد واحد قيمة مجابة يعني لا تؤثر أصلا إذن من هو الآن يصبح المسؤول في هذه العبارة في الإشارة نتابع جيدا إذن يصبح لنا إذن قلنا هذا X مربع زائد واحد قيمة مجابة ناقص X هو الذي يمكن أن ينعدم يصبح لنا ناقص X يساوي 0 ومنه X يساوي 0 حتى تفهم على ناقص واحد لأن الكثير يقول منه X يساوي ناقص لا هذه القيمة تذهب إلى المقام يعني النقص واحد فيصبح لنا X كم يا أبنائي X يساوي 0 نقوم الآن بإنجاز جدول جدول ندرس من خلاله الوضعية هكذا انظروا جيدا لاحظوا هكذا يا أبنائي هذا الجدول يمكن أن نلخص فيه الوضعية انظروا جيدا هكذا وهكذا هنا نقول X من ناقص ما لا نهاية من هو المسؤول المسؤول هو هذا أما X مربع زايد واحد موجب لهو ناقص X أين عدم إن عدم عند صفر هكذا بما أنها معادة هذه عبارة من الدرجة الأولى فنقول هنا نفس الإشارة المضروبة ها هنا لاحظ وعندنا هنا عكس نقول هنا الوضعية لاحظ جيدا في الوضعية إذن عندنا هكذا وهكذا هنا ماذا تقول القاعد نقول هنا بما أن الزائد معنا نقول C يقع فوق ماذا دالتا يعني الزائد فوق الآن هنا لاحظ إن عداء معنى C يقطع ماذا يقطع دالتا وهنا C يقع أسفل ماذا أسفل دالتا هذه إشارة الوضعية بهذه البساطة المطلقة فقط لأن قلت هذا لا يؤثر يعني عنده إشارة زائد وزائد لا يؤثر في العمليات هذه بأبسط طريقة ممكنة الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر قال أحسب أحسب فتحة نقول مباشرة حساب F فتحة ل X هنا حساب F فتحة ل X معناه يمكن أن نأتي بالعبارة الأولى أو الثانية نأتي بالعبارة الثانية لأنه بما أن عطيها لتلنا سوف نستغلها في ذلك فنقول F فتحة ل X تساوي لاحظوا أبنائي بما أن أولا هذا أين يذهب بما أنه عدد ثابت لما نشتق ويذهب إلى الصفر لكن هنا نأتي هكذا عندنا إشارة ها هي الناقس هذه نتركها هنا ناقس حتى لا تختلط عندنا قاعدة E على V ما هو مشتقدة تناظري أو ناطقة مشتق البسط في المقام ناقس مشتق المقام في البسط على المقام مربع هذه القاعدة إذن مشتق البسطي كم هذا هو واحد في المقام ناقس مشتق المقام هذا هو الصفر والX مربع هو 2X في البسط على المقام مربع يعني X مربع زائد واحد الكل مربع فماذا ينتج أبنائي ينتج لنا هكذا ركزوا أرجوكم نقطة بنقطة وتصبح لنا F فتح لX يساوي نترك تلك الناقص هنا ونصبح هنا X مربع زائد واحد ناقص 2X مربع لأن هذا في هذا يعطينا ناقص X X مربع لكن عندنا ناقص هذا لا ننسى سوف ندخله ونغير الإشارة إذن لما ندخله صبح لنا هنا هكذا هنا ناقص وهنا ناقص وهنا زائد والمقام يبقى لنا X مربع زائد واحد الكل مربع ماذا ينتج أبناء ينتج لنا هذا الشيء تابعوا نقطة نقطة تصبح لنا F فتح لX تساوي هكذا عندنا ناقص X مربع مع 2X مربع الطرح يعطينا X مربع ناقص واحد على ماذا على المقام لهو قلنا هو X مربع زائد واحد لكن الكل مربع هذه ماذا يا ابنائي هذه هي المشتقة المتحصل عليه الآن بعدما وجدنا هذا قلنا هو المشتقة المحصل عليه لاحظوا ها هي إبارته ناتي الآن ابنائي إلى ماذا إشارة هذه المشتقة واستنتج تغييرها معناها أراد مننا أن ندرس إشارة هذه المشتقة إذن نقول إشارة F فتح لإكس نقول إشارة F فتح لإكس من إشارة من إشارة ماذا البسط لأن المقام في هذه الحالة اللي هي إكس مربع زائد واحد الكل مربع هي قيمة مجبتة مهما كان لأنه مربع وفي الأول كذلك كانت أنها لا تنعادي فنقول أولا F فتح لإكس تساوي سفر أي ماذا أي إكس مربع ناقص واحد هو الذي يساوي السفر نوقل هذا إلى هنا فيصبح لنا إكس مربع يساوي لنا كم واحد بما أن الإكس مربع يساوي واحد وهذه تقبل القيم المجابة والواحد قيمة مجابة معناه يصبح لنا إكس واحد يساوي جذر واحد وهو الواحد وإكس إثنان يساوي ناقص جذر واحد وهو ناقص واحد ها هي الآن أين تنعاديم هذه العبارة المشتقة تنعاديم عند هذه القيمتان وهي الواحد والناقص واحد نأتي الآن إلى وضع جدول إشارة للمشتقة يا أبناء لاحظ تابعوا نقطة نقطة حتى تتعلم بهذه البساطة فقط إذن هنا هكذا وهنا هكذا ونقوم بالخلق لاحظ هنا أبناء إذن نحن قلنا مجموعة التعريف إكس من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية وعندنا هنا الآف فتح لإكس عند عددان اللي هما الناقص واحد والواحد ونحاول ترتيب الأصغر ثم الأكبر هكذا وهكذا عندنا هنا عندنا عبارة من الدرجة الثانية ها هي القيمة المضربة في الإكس مربع هي واحد ليموجب إذن نقول هنا نفس خارج المجال نفس وبالداخل عكس فقط ومنه ماذا نقول الآن واستنتج اتجاه تغير الدلائف نقول استنتاج اتجاه تغير ماذا تغير أف هنا ماذا نقول أبنائي نقول الدلائف متزايد تماما على ماذا على المجال الذي فيه الزائد يعني إكس يكون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا إذن ماذا ينتج يا أبنائي ينتج لنا أنه نقول متزايد تماما على من ناقص مال نهاية إلى الناقص واحد واتحاد اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية وماذا ومتناقص تماما على المجال ما هو على المجال الذي فيه الناقص يعني من ناقص واحد إلى الواحد بهذه البساطة هذه الجمل يقصد بها تجاه تغير يعني علينا أن نذكرها ثم 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 بعدما قمنا بهذه الأمور نأتي الآن إلى جدول ثم شكل دول التغيرات جدول التغيرات هو ملخص ما قمنا به من قبل إذن نقول هنا جدول التغيرات لدالة ماذا لدالة أف نتابع جيدا إذن هنا نرسم أولا نقوم برسم يا أبنائي جدول التغيرات ونجعله يعني نقوم برسمه يعني في الورقة بالمستراء ونحاول أن نجعله متسعا حتى لا تكون أمره متداخلة على بعضها البعض هكذا أمره جيدا هكذا أبنائي عندنا هذا المكان للمشتقة وعندنا المكان الآخر أكيد لعبارة الدالة لقيام الدالة هكذا عندنا هنا نقول X من ناقص مال نهاية هنا مجال مجموعة التعريف المشتقة وهي F فتحة لX عندنا تنعدم العبارة عبارة المشتقة قلنا تنعدم عند الناقص واحد وعند الواحد هكذا أبنائي هذا الرمز الذي هو تنعدم عنده المشتقة قلنا هنا زائد زائد وهنا ناقص وعندنا جهة الصور وهي F لX زائد معناها هكذا أفوا الزائد معناها هكذا والناقص معناها هكذا والزائد معناها هكذا ثم نقوم بملء بالملء كم وجدنا النهاية عند النقص معنا نهاية وجدناها واحد وعند الزائد منها وجدناها واحد بقيت لنا الآن ما علينا إلا لاحظوا هنا X F لX معنا هو ناقص واحد ماذا نقول ناقص واحد F لناقص واحد فنعوذ في الدل لا نعوذ في المشتقة لأن لو تعوذ في المشتقة لاحظوا سوف تجدنا الصفر عوذ الآن هنا بنقص واحد وهنا بنقص واحد مربع وهنا بنقص واحد فماذا ينتج ينتج تسوي لنا واحد ناقص والناقص هذا جعلها ماذا جعلها زائد معنا نصبح لنا واحد زائد واحد على ماذا الناقص واحد مربع كم هو الواحد والواحد هو اثنان فتصبح لنا كم أبناء لون واحد هنا المقام اثنان اثنان تصبح لنا ثلاث على اثنان إذن تعطينا هنا ثلاثة على اثنان الآن نقوم بالتعويض بالواحد بنفس الخطة هنا واحد 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 فماذا نتحصل أبنائي تصبح توجي ساوي واحد ناقص واحد على ماذا؟ على اثنان نواحد هنا المقام اثناني اثنان تصبح لنا كم أبنائي؟ اثنان ناقص نصف نعم اثناني ناقص واحد وهي واحد على اثنان وهي النصف يعني هنا يعطينا نصف ويقبلها العقل من واحد ونصف تنزل إلى النصف هذا أمر مقبول يا أبنائي يعني حتى تعرفوا أن لأن فيهم مرات سوف تجدون التناقص تجد روحك من عدد موجب من عدد سريب تنزل إلى موجب هنا كأكيد أمور قد حدثت في الخطأ نترك الآن جدول تغييرات هذا هنا ربما نحتاجه أو لا ثم قال بين أن بين أنه من أجل كل عدد حقيقي اكس فإن هذه العبارة لاحظوا هنا ثم قال استنتج مركز تناظر لاحظوا جيدا إذا نقول البرهان أن البرهان أن هذه العلاقة صحيحة ما معنى أبنائي أفلي ناقص إكس ها هي الأفلي إكس ركزوا أرجوكم هنا مساواة فقط أفلي إكس هنا أعطنا في بطنها كم ناقص إكس معنى هنا نضع هنا ناقص وهنا ناقص وهنا ناقص لكن لا نسى التربع فماذا ينتج أبنائي فتصبح تسوي لنا واحد ناقص والناقص هذا يصبح لنا زائد إذا واحد زائد إكس فأعطت لنا كم فأعطت لنا هذه العبارة هذه العبارة لاحظوا جيدا حتى تفهموا كيف كيفية العمل نترك هنا هذه التي وجدناها اللي هي أف لمن لناقص إكس نترك هذه العبارة هنا هكذا ونأتي إلى العبارة الثانية ونقوم بحساب والمساواة ما معنى؟ معنى أن نأتي إلى هذه الآن ونعوذ ونلاحظ هل نجد نفس هذه العبارة أم لا؟ إن لم نجدها فنحن مخطئون لأن السؤال بين تصبح تسوي إثنان ناقص عبارة الدلة ها هي أمامكم أبنائي ها هي العبارة لكن لا ننسى أنه يوجد هنا هكذا قوس فتصبح لنا كم؟ فتصبح لنا إثنان ناقص واحد ناقص والناقص هذا ماذا يجعلها؟ يجعلها زائد إكس على إكس مربع زائد واحد فتصبح لنا كم واحد لأن هذا مع هذا يعطينا واحد زائد إكس على إكس مربع زائد واحد وانظروا هذه العبارة مع هذه العبارة إنهم متسويتان نقول ومنه ماذا؟ ومنه هذه العلاقة صحيحة يا أبناء فقط قمنا بالحساب في هذه الجهة وقمنا بالحساب في هذه الجهة ووجدنا أن العبارتان كيف هما متسويتان وهو الجواب بأم عيني الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال جاء سؤال آخر ما هو السؤال الآخر؟ قال استنتج والسؤال استنتج معناه عليك استغلال هذا الشيء الذي قمت ببرهنته واستنتج أن يقبل مركز تناظر يطلب تعيينه يعني يطلب تعيين إحداثيات لاحظوا جيدا هنا أبناء نقطة نقطة حتى تتعلموا ركزوا أرجوكم عندنا أولا نقول استنتاج 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 مركز تناظر مركز تناظر ربما حتى تفهموا يا ابني إذا جئنا هنا إلى المنحنة مثلا وكان هذا مستقيم مقارب هذا مستقيم مثلا مركز تناظر يكون مركز تناظر يكون هذا هكذا هذا هو المقصد من مركز تناظر أيما محورة تناظر عندنا أولا سوف أريكم ما هي قاعدة مركز التناظر حتى تجدوا هذه الإحداثية بأم أعينكم مركز التناظر قاعدته هي F لمن لي 2 A ناقص X زائد F X تساوي 2 B هذا هو القانون حيث هذا المركز التناظر إذا سميناه أوميغا إحداثيا هم A و B التي ذكرت هنا في أبسط طريقة ها هي A وها هي B حتى تلاحظوا ذلك بأم أعينكم تعالوا نأتي إلى هذه العبارة ونقوم بإنجاز عليها بعض حتى تدققوا وتلاحظوا بأم أعينكم ما رأيكم يا أبنائي لو نقلب هذا إلى هنا فماذا ينتج يا أبنائي أرجوكم تابعوا وتصبح لنا F لناقص X زائد F لـ X يساوي 2 يساوي كم؟ 2 دققوا الآن كيف تحدث المطابقة بأمر رائع تابعوا نترك هذه الأمر وأتينا الآن بالعبارة التي تعادل هذه لاحظوا يا أبنائي وانظروا بأم أعينكم لاحظوا كيف نكتشف هذا مركز التناظر انظروا عندنا F لـ X تقابلها F لـ X ها هي أمامكم 2B تقابلها كم؟ 2 ها هي ظهرت إذن ركزوا 2B تساوي 2 ومنه B يساوي 2 على 2 ويساوي 1 لاحظوا الأوميغا ظهرت الـ B هي 1 بقي لنا الآ انظروا جيدا عندنا ناقص X تقابلها ناقص X ناقص X تقابلها ناقص X نحن في البطن الآن في البطن الـ F لاحظوا لأنه هنا الأقواس فإن 2A تقابلها لا شيء لا شيء ما هو؟ هو الصفر إذن 2A تقابلها الصفر ومنه A لا تقول يساوي ناقص 2 لا يا أبنائي بأنه في صفر على 2 ويساوي صفر إذن ظهر أنه هذا هو صفر إذن ها هو مركز التناظر ومنه C يقبل ماذا؟ يقبل أوميغا ذو الإحداثي أوميغا ذو الإحداثيات سفر واحد كمركز تناظر بهذه البساطة فقط الآن أبنائي بعد ما اكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى أرسم المستقيم دالتا والمنحني C أعطيت لنا هنا علينا أن نحترم شيء اللي هو الوحدة على محور الفواصل 1 سنتيمتر ها هي الوحدة على محور الفواصل هنا 1 سنتيمتر أركز أرجوكم إذن إذا قلنا هنا كذا هنا والواحد على محور التلاتيب قال 4 سنتيم يعني وحدة واحدة ها هي رقم واحد هنا يكون على بعد 4 سنتيم وإلا الرسم ربما سوف يكون فيه نوع من الخلط أو التذايق على الأحرف على بعضها بعضها أو المنحنة تابعوا جيدا هنا أبنائي فيه كثيرين يعني لا يجدون عملية الرسم الرسم هو أبسط شيء إن كانت الأمور التي درستها من قبل عطيتها هنا لهم قبل تكون صحيحة أولا عندنا المستقيم مقارب دلتا ها هو لهو قال يساوي واحد ها هو يا ابنائي هذا هو يساوي واحد هذا الأمر الأول ونكتب هنا يساوي يساوي واحد عندنا كذلك وضعية وضعية أنه قلنا لما يكون لاحظ هنا يتقطعان عند الصفر يعني أفلي صفر أفلي صفر لو نأتي بعبارة الدالة ها هي أمامكم ونعوذ بشيء اسمه صفر 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 كم تعطي لنا يا ابني هذه ذهبت أعطت لنا واحد إذن تكون الوضعية معنا في هذا المكان يتقطعان هنا كما أشير ثم عندنا الآن قيم حدي يقول أي مكان يعرف بأخفض منطقة أو أرفع منطقة ها هو نتشبه مثل ما نقول مثل الجبل انظر مثل جبل وهذه مثل حفرة حتى أقرب لأبني الأعزاء المفهوم هذا الجبل كم لدي ها هو ناقص واحد X يساوي ناقص واحد ها هي ناقص واحد Y إذن X ناقص واحد Y 3 2 1 1 1 1 إذن تكون في هذا الموضع نرسم شيء يشبه الجبل هكذا ثم عندنا حفرة ها هي X لديها 1 ها هو 1 Y نصف كم هو النصف ها هو أبني النصف ثم نرسم شيء يشبه الحفرة الآن فكروا بأنفسكم الذي في الجبل ماذا يفكر الذي في الجبل يفكر أن ينزل إلى هكذا ولا ننسى أنه يوجد لنا أوميغا ها هي أوميغا هي السفر واحد السفر واحد هنا تكون النقطة أوميغا في هذا الموضع كما أشير فنقوم هذا الذي في الجبل قلت يفكر أن ينزل من هنا ثم يتوقف لماذا لأن هذا الذي في الحفرة سوف يقوم بالصعود إليها هكذا هذه النقطة أوميغا سبح نقطة عطاف ثم هنا في هذه الجهة كذلك يفكر إلا أنه ينزل هكذا في الأصل لا ينزل وفي الأصل يأتي هنا ويبدأ بالصعود فقط لأن الدل متزدل لكن أنا أقرب لكم المعطيات حتى تفهموا يا أبناء الفكرة ثم الذي هنا في الحفرة ماذا يفكر أن يقوم بالصعود فيصبح هذا هو المنحن الصحيح 100% لماذا لأن عندنا قلنا أن المستقيم هذا الأخضر مستقيم المقارب يعني يصبح تقارب إليه ومن هنا كذلك جاء من هنا يتقارب إليه هكذا تتفهموا الفكرة فقط يا أبناء وها هو الرسم الآن انظروا إنه صحيح ونسمي هنا سي بكل بساطة ها هو انظروا ها هو أمامكم انظروا وانظروا وانظروا أليس يشبه المنحن نعم يشبه 100% بهذه البساطة الآن بعدما كمنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال آخر قال أحسب التكامل إذن نقول حساب التكامل نتابع إذن عندنا هذا التكامل يا أبني نقوم بحساب هذا التكامل لكن نحن نعلم قبل حساب التكامل علينا أن نعين دالة أصلية إذن نقول هنا تعيين أركز تعيين دالة أصلية للدالة ليس هذه ف للدالة ما هي الدالة هذه إذا رمزنا هكذا هذا رمز دالة X على X مربع زائد واحد هذه يمكن أن نسميها مثلا A X مثلا نسميها A X ماذا يصبح لنا يا أبناء عندنا نقول هنا A X هذه العبارة ما هي هي عبارة هي X على X مربع زائد واحد تذكروا شيء عيدنا ما هي الدالة الأصلية لدالة إذا وجدناها مكتوبة على شكل E فتحة على E هذه دالتها الأصلية هي لغة رتم E بهذه البساطة أو لغة رتم القيمة المطلقة حتى ربما نحترم الجميع نحترم جمعة تعرف وكل شيء إذن زائد ثابت Z إذن هل هذه مكتوبة على هذا النوع نعم مكتوبة لكن ينقصها شيء واحد إن دقيقت معي ينقصها الاثنان في البسط لاحظوا ألم تصبح لو قمنا بإضافة الاثنان للبسط ركزوا فتصبح لأن مشتق هذا كم مشتق X مربع زائد واحد أليس هو 2X نعم والبسط إذن ألم تصبح تكتب مكتوبة على الشكل إي فتح على إي نعم لكن الاثنان لا يمكن أن نضيف وهم عندنا بدون أن نحترم بعض الأمور في الإضافات في الإضافة تقول إذا ضربت في البسط عليك أن تضرب كذلك في المقام يعني هنا كذلك في إثنان فتصبح لنا ماذا يا أبناء فتصبح لنا واحد على إثنان في إثنان X على X مربع زائد واحد هذا النسب بما أن لا نحتاجه نتركه الآن ما هي الدلة الأصلية لهذه أليست مكتوبة على هذا النحو إي فتح على إي نعم فالدلة الأصلية ماذا تصبح لنا هذه ما يقول أحدكم أين هي الإي هذه إي وهذه إي فتح إذن كل دلة مكتوبة على شكل إي فتح على إي فدلت وهي لغة إي إذن ماذا تصبح عذاق سميناها آش الآن مجرسكيل تصبح كم يا أبنائي تصبح لنا اللغة الواحد على اثنان هذا الواحد يبقى يتبع قلت واحد على اثنان في لغة ماذا في لغة ما X مربعة زائد واحد يا أبنائي بكل بساطة الآن بعدما عيننا الدلة الأصلية لهذه الدلة قال أحسب التكامل يمكن الآن حساب التكامل بأبسط طريقة لأن حسبت الدلة الأصلية قلنا الدلة الأصلية أصبعت واحد على اثنان في لغة X مربع زائد واحد فيصبح التكامل من صفر إلى واحد ل X مربع على X عفوا ل X عفوا X تابع X على X مربع زائد واحد تفاضل X تصبح تساوي بما أن هنا حتى ننزع هذا رمز التكامل ما علينا إلا أن نضع ماذا نضع الدلة الأصلية هذه وهي واحد على اثنان في اللغة ماذا اللغة X مربع زائد واحد لكن نغير الكتابة تصبح من هنا من صفر إلى واحد ثم ماذا تقول القاعدة نعوذ مرة بالواحد هنا ناقص مرة بالصفر هنا فقط ونقول بالناقص تساوي تعالوا نعوذ بالواحد تصبح لنا واحد على اثنان في اللغة واحد مربع هو واحد زائد واحد ناقص ماذا ابني ناقص لان نعوذ بالصفر عوذ هنا ابني بالصفر تصبح لنا اللغة واحد كم اللغة واحد هي صفر إذن هذه العبارة كليا تصبح صفر إذن فتصبح ماذا ناقص صفر إذن أصبح التكامل ما هو يا ابني أصبح هذا التكامل قيمته كالتالي لا فأصبح يساوي كم ماذا في لغة رثمة إذن لكن هذا ليس مساحة إنما قال تكامل فقط الآن بعدما وجدنا هذا التكامل يا ابني نأتي إلى السؤال الآخر لكن نأتي بالعبارة معنا هذه العبارة ناقص قال نتابع أحسب ب السنتيمتر المربع مساحة الحيز من المستوي المحدد ب المنحني انظروا نحددها هنا أمامكم حتى تدقق كيف تتم حساب المساحات بأبسط طريقة عندنا المنحني ها هو المنحني قال بالمنحني ها هو المنحني وماذا ومحور الفواصل ها هو يا أبناء محور الفواصل انظروا ها هو محور الفواصل والمستقيمين اللذاني الذين معادلتهم إكس يساوي صفر ها هو إكس يساوي صفر وإكس يساوي كم وإكس يساوي واحد ها هو إكس يساوي واحد أين هي تلك المساحة يا أبني إنها هنا ها هي تلك المساحة التي حصرت بهذه الأمور هنا المساحة ليس لها علاقة بالمستقيم الأزرق إنما ما حصرها اللون الأحمر وهنا قلنا المنحني ها هو المنحني انظروا إذن أصبحت المساحة هي هذه الكلية المحصورة هنا كما ألون باللون الأحمر لكن إذن تصبح لنا هذه المساحة إذا سميناها آ إذا سمينا هذه المساحة سميناها آ إذن فنقول آ تساوي ماذا ركزوا أبنائي إذن ماذا ينتجي أبنائي ركزوا أرجوكم لأن هنا يوجد لنا الوحدة عليكم أن تحترموها في حساب المساحة أولا يصبح لنا التكامل من ماذا حدود التكامل ها هي أمامكم التكامل من صفر إلى واحد ماذا قال المنحني آفليكس ومحور الفواصلي الآن لاحظوا جيدا ها هو المنحني وها هو محور الفواصل بما أن المساحة وقعت تحت لاحظوا لاحظوا المساحة هذه كانت تحت المنحني فنقول آفليكس ناقص أما لو جاءتنا هنا مثل المساحة مع المستقيم هذا يسينا واحد لقلنا إغراج ناقص آفليكس هكذا حتى تتفهمها لما تكون المساحة فوق المنحني نقول الدالة ناقص المنحني المستقيم ناقص الدالة إذا كان المنحني هو الذي فوق المساحة قل آفليكس ناقص إذن هنا بما أنه المنحني فوق هذا المستقيم فنقول ناقص إغراج ناقص محور الفواصل اللي هو كم مشهور أنه صيفر لاحظوا تفاضل إكس لكن لا ننسى شيئا آخر الوحدة يا أبنائي ما هي الوحدة الوحدة قال هي واحد لأن المساحة دائما فيها طول وعرض طول وعرض أو عرض هذا كم واحد ومن هنا كم أربع إذن واحد في أربع الكل سنتيمتر مربع لماذا أبنائي لأن قلت عليكم أن تحترموا المعلم بما أن أضاف أربعة فتضربون في أربعة لو قال من هنا أربعة ومن هنا أربعة لقلنا أربعة في أربعة سنتيمتر حتى تتفهموا هذه الفكرة فنكمل فتصبح لنا آ يساوي التكامل من ماذا من صفر إلى واحد آف لإكس ها هي عبارتها انظروا جيدا ها هي عبارة آف لإكس إحلنا ماذا واحد ناقص إكس على إكس مربع زائد واحد هكذا تفاضل إكس في ماذا في أربعة أربعة سنتيمتر هكذا دائما سنتيمتر تابعوا جيدا لم أفعل شيء حتى الآن لكن يا أبني نتابع رويدا رويدا لكن قمنا بحساب تكامل من قبل وهذا التكامل سوف يساعدنا أكيد ركزوا وأرجوكم فتصبح لنا ماذا تصبح لنا آ يساوي دائما الأربعة سنتيمتر نتركوها تتبعونا حتى تفهموا الفكرة ويمكنوا أن نكتبوها هنا مثلا أربعة سنتيمتر مربع ثم في الفي دائما يبقى يتبعونا في ماذا في التكامل الآن لاحظوا نقطة نقطة أبني حتى تتعلموا سوف نقوم ب الآن عندنا ما هي الدلة الأصلية لهذا الدلة الأصلية للإكس مش هو للواحد هي الإكس لا جدال ناقص ركزوا ناقص إكس مربع قلنا على إكس مربع زائد واحد هذا قمنا بحساب دلته الأصلية ها هي أمامكم الدلة الأصلية التي قمنا بتعيينها ها هي يا أبني اللي هي الدلة después حتى تفهموا هذه الأفكار الرائعة ها هي الدلة الأصلية أركز أرجوكم ها هي معنا يا أبني انظر ها هي تابعوا نقطة حتى تعلموا تابعوا جيدا أبنائك إذن ها هي الدلة الأصلية لمن ليس للناقس هذا إنما لهذه العبارة فقط هذه إذن نضع ماذا نضع ناقس فقط نقول ناقس واحد على اثنان في اللغة لثم ماذا لغة لثم اكس مربع زائد واحد ونقلب الحدود هكذا تصبحنا من صفر إلى واحد لم أفعل شيء لماذا لأن هذه دالتها الأصلية هي هذه لكن بما أن عندنا ناقس الناقس لا دخلنا فيه يبقى يتبع كما هو ثم الآن نعوذ نقطة نقطة فتصبح لنا اربعة سنتيمتر هذه نتركها تتبع في نعوذ الآن بواحد ثم نعوذ مرة بالصفر تصبح لنا واحد ناقس واحد على اثنان في لغة لثم اثنان ناقس عوذ الآن بالصفر أعوذ هنا صفر نصبح صفر وهنا لغة لثم الصفر اللغة لثم الواحد هو صفر إذن كأنما لا يحدث لنا أي إشكال لما نعوذ بالصفر فتصبح لنا A يساوي ماذا يساوي أنه أربعة ننشر هذا في هذا أربعة ناقس ننشر هذا في هذا أربعة على اثنان وهي اثنان في لغة لثم اثنان هكذا أبنائي سنتيمتر مو وربع لأنها وحدة مساحة وبهذا أبنائي هقد أنهينا هذا التمرين الرائع الذي تعلمنا منه أفكار رائعة كما أرجوكم أبنائي وبناتي الأعزاء ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والشفاء العاجل كي نكمل مع أبنائي وبناتي الأعزاء المسير نحو مستقبل أفضل وفقكم الله في البكالوريا وزوروا صفحة لها صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته